السلام عليكم ازايكم الحلقة اللي فاتت جيت قلتلك على فكرة سعر برميل النفط نزل بشكل كبير قوي والحقيقة ان نزول برميل النفط ده غير مبرر اصلا ليه؟ لان خد بالك برصة النفط دي بتقفل سبت وحد والحقيقة برصة النفط لما جات قفلت يوم السبت كان برميل البترول وصل ل120 والحقيقة ان يوم السبت والحد حصلت تطورات خطيرة جدا في السعودية والحوثيين كملوا هجومهم ومش بس كده ده حصل هجوم على خزانات فقرامكو أرب فورملا واند فالجميع توقع ان انتاج النفط من السعودية حيقل مما يعزز ان انتاج النفط يقل بشكل كبير جدا عالميا فده يقدي ان البورسة اول ما تفتح يوم الاثنين الصبح البرميل يولع الا ان البرميل نزل اول ما البورسة فتحت انبارح البرميل نزل ليه؟ انا كلها قصصين فيها اغلاق في مدينة شانجهاي وكورونا عمال يزيد والوفيات بتاعها والاصابات بتاعها فالعالم خاف ان الركود اضرابه تاني فقالك هنشتري نفط ليه دلوقتي؟ قلل بقى شوية الحقيقة ده قده ان سعر برميل النفط بدل ما ارتفع ل139 لأ ده تراجع عن 120 ووصل ل11 النهاردة الصبح بقى حصل تطور تاني ايه هو؟ سعر برميل النفط نزل بدل 111 وصل ل ايه بقى باشا 107 دلوقتي 107 طب هل مثلا الصين كورونا راح فيها المدن تانية؟ لا ايه اللي حصل؟ حقيقة اللي حصل مش هتصدقه تراجع رهيب من اوكرانيا وروسيا اخط بالك بقى من الحتة دي تراجع ده لو حقيقي ايه اخط بالك بقى من الكلام لو حقيقي هتبقى ضربة كبيرة قوي للروس ومفهاش مكسب انا صريح معاك بص انا واخد موقف حياة دي فيه ناس عم با تقولي انت منبهر بالروس فيه ناس تقولي انت مع الاعلام الامريكي انا باجي اقولك اللي بيحصل فيه ضربة هتبقى قوية لروسيا ايه هي؟ النهاردة كان فيه مفاوضات في تركيا في اسطنبول وحقيقة المفاوضات دي تم استقنافها بدون الجانبين ما يسلموا على بعض اصلي قبل ما يعودوا كده مفوت كل جانبي يسلموا على التاني الاتنين المفاوضين او الجانبين يسلموا على بعض ما سلموش قالك مش هنسلم ده اوحى للناس كلها ان على فكرة المفاوضات دي هتفشل الا انها نجحة ليه؟ طلع كبير المفاوضين الروس قالك على فكرة اوكرانيا قدمت تعهد كتابي خد براجبها من الكلام تعهد كتابي انها مش هتنضام النيتو وهتبقى دولة حيادية زي مثلا النمسا خلاص؟ تبقى يعني حيادية كده لا مع النيتو ولا مع الروسيا حقيقة ما نقشوش التسليح بتاع الجانبين بس اول مرة اوكرانيا تقدم تعهد كتابي للروس انها هتبقى دولة حيادية ومش تنضام النيتو ويه؟ قالك على فكرة هنسمح لهم ينضموا الاتحاد الأوروبي انت اخبرك من المعطيات المعطيات خطيرة جدا جدا على فكرة الكلام ده الروس ما كانوش هيقبلوه دلوقتي الظهر ان هم قبلوه ليه؟ لانه طلع نائب وزير الدفاع الروسي قالك ايه؟ بعد مفاوضات دي على طول وبعد التعهدات الكتابية اللي قدمتها اوكرانيا الروسيا قالك خلص احنا اكملنا المرحلة الاولى من الكتال وحنقلل التصعيد في كييف اللي هي العاصمة الاوكرانية حنقلل عندها التصعيد يعني يعني هنبتدي نسحب قوات من هناك ده كلام خطيط جدا مش بس كده طلعت المخابرات البريطانية قالت لك القصف على كييف قال خد برك من الكلام تاني حاجة قال ده مش وقف اطلاق النار ده خفض التصعيد الفرق كبير قوي مش بس كده الراجل قالك على فكرة احنا دمرنا سلاح الجو الاوكراني كله يعني اوكراني معندهاش سلاح جوه خلاص ولا سلاح بحري كمان يعني اسطول الاوكراني تم تدميره ولا عندهم دفاعات جوية مما يعني تحقيق اهداف روسيا الروسيا كالطالبة دي فانت كده تدمرت خمسين فمية من قوة الجيش الاوكراني ده نسبة كبيرة جدا عارف يعني ايه جيش بدون سلاح جو بدون دفاعات جوية بدون اسطول بحري يا باش انت دمرته سماء اوكرانيا مفتوحة بلا عوائق او تهديدات امام الطائرات الحربية الروسية وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يعلن عن تدمير القوات الجوية الاوكرانية بشكل كامل الاهداف الرئيسية للمرحلة الاولى من العملية تم تحقيقها الى حد كبير القدرات القتالية للقوات الاوكرانية تم تقليصها بما يسمح القواتنا بتركيز جهودها على الهدف الاساسي وهو تحرير دومباس مش بس كده انا عاد اقولك ان روسيا في اهدافها قالت احنا هنفتح ممرات انسانية للاوكرانيين اللي احنا محصرين من المدن بتاعتهم والانسحي او تخفيض التصعيد حيشمل تشلنايف تشلنايف دي مدينة مهمة جدا في الشمال فحيقللوا تصعيد عند كييف العاصمة والتشلنايف تتحول لفت من روس بسبب المفاوضات بشأن اعداد اتفاق حول حياد اوكرانيا ووضعها غير النووي وتوفير ضمانات امنية لها مع مراعاة المبادئ التي نقشت خلال اجتماع اليوم ومن اجل زيادة الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف اللازمة لمزيد من المفاوضات وتحقيق الهدف النهائي المتمثل في الموافقة على توقيع الاتفاقية المذكورة اعلى اتخذ قرار جذري للحد من النشاط العسكري في اتجاه كييف واتشيرنهيف كما اود ان اخاطب ممثلي اوكرانيا وادعو اوكرانيا الى الامتثال الصارم لاتفاقية جناف بما فيها المعاملة الانسانية لأسر الحرب ندعو الى القضاء التام على ممارسة التعذيب لدأسر الحرب الروس وندعو الجانب الاوكراني الى اتخاذ تدابير شاملة لوقف هذه الممارسة هتيجي هنا تسأل سؤال ما تكشفش عنه في الاخبار اللي بتتقلق ليه الروس وفقه على حاجتين اول حاجة ليه الروس وفقه على التعهد الكتابي والطلبات اللي طلبها اوكرانيا تاني حاجة واهم نقطة نشايفها ليه الروس وفقه على انضمام اوكرانيا او السماح لاوكرانيا بالانضمام للتحاد الاوروبي بالرغم ان هما طالبين انها متنضمش للنيتو هقولك بقى بص التفاصيل دي طالعة من اكسيوس اكسيوس بيقولك ايه بيقولك على فكرة اوكرانيا مقابل التعهدات الكتابية اللي بديتها الروس طلبت ضمانات ما نمدكش تعهدات ان انا دولة مسالمة ومش هتضم وحبقى حيادية دي طلباتك مش هقدمها لك كده بدون ضمانات طب ايه هي الضمانات قالك قولها اوكرانيا طلبت ضمانة من 8 دول او اشراف من 8 دول مين 8 دول دول هتوفقها جاي امليكا كندا فرنسا المانيا دول دول ما تفهمش مشكلة واسرائيل وتركيا يبقوا ضمنين الاتفادة خد بارك ده هنا تحول خطير تركيا اللي بتشرف عن المفاوضات دي لان المفاوضات دي حصلة في تركيا هيكون لها دور في ضمان الاتفاق ده طيب ايه الضمانة اللي طلبها اوكرانيا يعني يضمانوا الاتفاق ده ازاي قالك والله لو روسيا هجمتني بعد توقيع الاتفاق ده وبعد اتفاقات السلام اللي احنا هنوقعها اسمع بقى الكلام انا حلطحك بالنيتو هيكون في دفاع مشترك من النيتو معنى كده اوكرانيا هتخش في النيتو لو روسيا هجمتها بعد الاتفاق ده وحيطبق عليها البند الخامس البند الخامس اللي بيسمح للنيتو بالدفاع مشترك تكلم خطير جدا جدا معنى كده ان النيتو هتبقى حدوده على حدود روسيا هو ده اللي مش عاوزه الروس هتبقى على حدود روسيا اول ما روسيا تخضر باوكرانيا بعد توقيع الاتفاق ده الشكل المقترح للقاء كان في البداية كالتالي ستعد الاتفاقية ومن ثم تتم الموافقة عليها من قبل الوفدين ثم يصدق عليها وزيرها الخارجية ومن ثم تبحث امكانية عقد لقاء بين الرئيسين للتصديق على الاتفاقية وهذه مسألة ليست بالسهلة خاصة ان اللقاء يمكن ويكون متعدد الاطراف بمشاركة الدول الضامنة للسلام والامن في اوكرانيا ده كلام مهم جدا طيب اكسيوس بتقولك في حاجة كده مش مهمة وهو ان الامريكان مش متحمسين او للديل ليه؟ قالك والله لان ده حيفرد على امريكا مواجهة روسيا مواجهة حتمية يعني لو الروس غدروا بالاوكرانيين خلاص لحرب العالمية التالتة مفيهاش كلام ده التزام وليه حيوقعه مش الروس بس ده الامريكان حيوقعه كمان وتعاهد ايه؟ بالدم خلاص بقى يا باشا انا مضيق انا حربك وهتقوم بقى حرب نووية لو روسيا غدرت باوكرانيا فالامريكان مش متحمسين لحاجة زي كده ان هو يتم الزامهم الامريكان بيحبوا ينوروا على قد ما يقدروا فان انت تفرض علي الزام روسي وحرب عالمية دي جديدة ليه؟ لان خد بالك اوكرانيا كان فيها مناورة كبيرة جدا والامريكان كانوا عارفين المناورة دي وممكن يروحوا وييجوا انما بتاعهد ده انا ملزم بحرب نووية وحرب عالمية ومالهاش رجع فالامريكان مش متحمسين قبل هتيجي تقول لي طب ليه هنا هزيمة يعني يعني ليه انت بتصور ان ده ممكن يبقى هزيمة الروسي والله مش انا اللي بصور الى اعلام الامريكي بيقولك دي هزيمة رسمي ده كده يا بشا بوتين محققش اهدافه اولا ما دخلش العاصمة ما دخلش تشير نايف ما دخلش موضم كتيرة خد فيه خسائر كتيرة جدا يعني خد بالك الروس خسره كتير جدا في الحرب دي بان قدام الاعلام الغربي ان هو عنده مشاكل لوجستية كتيرة عنده خسائر الجيش الروسي كان بيدرب باسلحة غربية الكلام ده كله هز الهيبة الروسية وبوتين هبم حاجة عنده الهيبة الروسية فالاعلام الغربي عاوز يوصلك ان دي هزيمة الروسي والروس كانوا مهتمين بعقد اتفاق سلام ده وكانوا بيسعولوا نتيجة للخسائر الكتير اللي عنده خد بالك بس من الكلام عشان الكلام يتوزن فدي هزيمة وده اللي حيتقلك من الاعلام الغربي ان يا بشر الروس اتهزموا وقبلوا بالاتفاق دا لانهم كانوا عاوزينه واصل الا ان انتوني بلينكوين وزير الخارجية الامريكي وهنا الان ده مش جايه وقولك ده اعلام غربي انا بقولك وزير خارجية الامريكي قالك أصلا الروس غير جدين في الكلام ده هم أصلا مش جدين فيه دا قالوا مين وزير الخارجية الامريكي ترعد هيديته نيويورك تايمز بتقولك على فكرة في جنرال امريكي قال ان الروس محتاجين الاتفاقية دي لوقف اطلاق النار لسبب بسيط جدا ان هما بيعيدوا تنظيم كواتهم واللي طلعته المخابرات الاوكرانية ان الجيش الروسي حشد كوات اكتر بكتير من اللي دخلت اوكرانيا واقف على حدود دونباس انت اخبرك من كلام؟ ده كلام خطير جدا انت بتكلم ان الروس عمليين يحشده جيش تاني جير اللي راح لاوكرانيا ده جيش جديد بيحشده له وممكن يخش يكتاح اوكرانيا نقطة ونقطة مهمة جدا الروس هل ممكن يعمله كده؟ ممكن بس خط بالك من نقطة مهمة المناطق اللي سيطر عليها الروس في الحرب دي لو افترضنا ان الحرب هتوقف على كده ده لو مناطق مهمة جدا وحيوية جدا هما كده عملوا خط ادفاع جديد خدوا جزء كبير جدا من السحل الاوكراني مع ده اداسة واداسة دي اهم مينة في اوكرانيا كلها دي السا ماخدهوش عملين يكصفوا المينة دي ويكصفوا المدينة دي بس محتلوهاش لحد الوقت وعلى فكرة كان الروس بيحاولوا يعمله عمليات انزال عند المدينة دي بس فشل لان الاوكرانيين كانوا عارفين ان دي اهم مينة الروس عوزانة فبيدفع عنها بالدم لو تم وقف اطلاق النار اوعى تتوقع ان الروس هيتنازلوا على المناطق اللي هما سيطروا عليها وعلى فكرة اللي قال كده زيلنسكي زيلنسكي قال من الصعب ان انا خرج قوات الروسية من اراضيه يعني ايه هو قال كده قال لك مش شايفها سهلة ان انا ممكن اقنع الكوات الروسية انها تغادر اقصى طموحاتي اوقف اطلاق النار واهم طلب من اوكرانيا والمفاوضين الاوكرانيين وقف اطلاق النار ده اهم حاجة ده اللي عوزة اوكرانيا بالدم يعني لو حصل الاتفاق ده هيكون له شكين وفهم بقى الكلام مش الكلام هنا هيحلوه لو روسيا احتفظ بالاراضي وما هجمتش وقفت اطلاق النار على المناطق اللي هي سيطرت عليها دي ما يعتبرش ناصر بره حتى لو هيغيروا حكام المناطق دي والموضل اللي سيطروا عليها وهيخلوها روسية وكام ده كله الا لو روسيا اخدت شارق اوكرانيا معادة ترنايف وكيف يعني اخدوا بقى السحل تاع اوكرانيا كله اخدوا مدينة اوداسا ما خليني الحرب تستمر لحد ما ياخدوا مدينة اوداسا احرروا اقليم الدومباس او احتلوا اقليم الدومباس زي ما حراك شايف الكلام يتقال ازاي يعني لو خدوا الاقليم وخدوا مدينة اوداسا هتعتبر ناصر جوزي بس انا ما اعتقدش ان الروس هيوقفوا لعمليات اللي كده مش باتفاقية دي طبعا اطراق اردوغان طالع مبسوط جدا من الاتفاق ده وطلع قال ان هو عمل حاجة تاريخية والاتفاق ده حاجة كويسة جدا على الاراضي الروسية خد بالك ان الاتفاق ده انقذ اردوغان انقذوا ليه انا هنا ما بكلمكش خد بالك بس بالكلام انا هنا ما بكلمكش ان خلاص الاتفاق تم توقيعه بس انا بقولك دي مساودة وهيتم لسه التوقيع عليها الزهر لسه فيه بنود قليلة جدا وعلى فكرة كبير المفاوضين الروس قال ممكن ممكن زيلنسكي يابل بوتين بعد ما يتم التوقيع على مساودة ممكن فالاتفاق ده لو تم على الاراضي لتركيا حينقذ اردوغان بشكل كبير لان هو لا ازا روسيا بالعكس تساعد روسيا انها تحصل على اتفاق سلام ولا ازا اوكرانيا برضو ساعدها على الحصول على اتفاق سلام فاكتر رابح من موضوع ده كله هما الاطراب وتركيا شوف انا ضد اردوغان قلبا وقالب بس انا في الموقف ده اوشيط بيه حركة ساكية جدا جدا فكرة هو طلع رفض قالك انا مش حابعة الاس 400 ليه المفاوضات دي لسه موجودة عندي كده اردوغان هيطلع بالسياحة الروسية هيطلع بكل حاجة وانا ماخد موقف حيادي ولا انضمتلي الناتو ولا خليط بيهو يعني انا مانضمتش الناتو ولا سيبت دوري بالعكس انا مع الناتو وكل حاجة وفي نفس الوقت انا خدمت الروس موقف كويس اشهادة بالروس هل الروس انهزموا ولا منهزموش قولي تعليق حضرتك انا وجهة نظري ان لو تم الاتفاق على كده الروس خسراني ده لو تم واقف اطلاق النار معين وزير الدفاع الروسي قال مفيش واقف اطلاق النار ده تخفيض تصعيد بس انا بقول لو وصلوا الاتفاق سلام الموضوع مش حيب بمناسبة في حاجة تانية بس لازم تفهمها في جندي امريكي شارك في الحرب بتاعت اوكرانيا دي اتقتل هلاص الروس كان عاوزينه باي شكل كان بيقاتل في كيف اتقتل وعلى فكرة التحقيقات اللي طالعة حوالين مقتل الجندي الامريكي ده لان هو جندي متقاعد كان بيحارب بنفس قلب الدنيا في الميديا الغربية عاوزين يعرفه اتقتل ازاي لان الراجل ده كان بيحارب مش في حتة بعيدة لا ده حتة قريبة من كيف فالروس الظهر كان عاوزينه عاوزينه يعني فاصفوه ده حاجة تانية حاجة خد بالك ان اسعار الامح انخفضت بعد ما تصريحات روسيا طلعت ان فيه اتفاق جاي تانية حاجة اسعار الذهب انخفضت الدنيا راحة بشكل كويس لو فيه اتفاق قبل رمضان يا رب تبقى حاجة حلوة جدا الناس تشم نفسها شوي انا على فكرة بقولكش الاسعارها تبقى مية مية وسيقولك الناس تشم نفسها شوي تبقى حاجة حلوة حترك الموضوع بشكل وبسط الحلقة اللي بعدين على طول مهمة لانه هيكون فيها تفاصيل اكتر حولين الاتفاق ده وارب انصر مصر تحية مصر سلام